مدينة أريحة مدينة فلسطينية تعتبر من أهم المناطق المطلة على البحر الميت والذي يلعب بدوره مكانة مميزة في العالم وتمتاز مدينة أريحة بمعالمها السياحية الجميلة التي تجتذب السياحة من مختلف المناطق المجاورة المزيد من التفاصيل عن أريحة في التقرير التالي أريحة المدينة الأقدم والأخفض وبوابة فلسطين الشرقية أمام السياح من مختلف بقاع الأرض ليمتعوا أنظارهم بجمال اللوحة الفسيفسائية الأكبر في العالم من حيث تواصلها واعتبارها قطعة واحدة بما تحويه من لوحات مختلفة رسمت بإتقان وفن فائق الجمال والروعة واحدة من مرافق قصر هشام الذي أمه الزوار من كل مكان هذه تعتبر من أكبر الأرضيات الفسيفسائية المتصلة على مستوى العالم نحن نحكي عن 827 متر مربع يمكننا أن نتخيل قطعة سجادة واحدة بمساحة 827 متر مربع طبعا هذه السجادة الكبيرة تحتوي على 38 سجادة منفصلة فن العمارة والإبداع الهندسي لتلك اللوحات الفسية برغم صموده منذ قرون إلا أن عوامل كثيرة كان لها أثر كبير عليها فما كان من فريق الترميم الفلسطيني بمساعدة خبراء أجانب من العمل على ترميم تلك التحفة الفنية وقاموا بطمرها بهدف توفير مظلة من أجل حمايتها من عوامل الطقس الحجارة الموجودة داخل هذه الأرضية طبعا هي تم تجميحها من عدة مناطق مختلفة داخل فلسطين بالإضافة إلى مناطق الجوار تعتبر هذه الأرضية على مستوى عالي من الدقة في عملية صناعتها وهذا دل على إيش بدل على أنه قديش الإنسان كان بتلك الفترة أو بتلك الحقبة الزمنية على دراية عالية بالأمور الهندسية وبالأمور الزخرفة شجرة الحياة كما يسميها خبراء الآثار داخل قمرة القيادة بقصر هشام وتعتبر امتدادا لللوحة الفسيفسائية أضافت رونقا آخر من الإبداع الفني الذي كان له كبير الأثر على تزايد أعداد السياح المحلين وغيرهم من شتى أسقاع الأرض الذين سيتوقفوا الآن بسبب أعمال السيانة وتوفير مضلة لحمايتها نهاية الأرضية طالما تتاركها بدون عمل سقف فهي راح تتعرض لعوامل الطقس المختلفة من حرارة من درجات رطوبة من أمطار وهذا التغير راح يؤدي لتدمير ودمار أرضية الفسيفساء بالتالي احنا الفترة القادمة وخلال وقت قصير راح يتم البدء بعمل سقف سجادة الفسيفساء الأكبر في العالم وبهدف الحفاظ عليها طمرت بالطراب ونحن نقف عليها الآن والهدف من ذلك هو الحفاظ عليها من حر الصيف وأمطار الشتاء إلى أن يتم بناء السقف الذي سيشرع ببنائه في الأيام القادمة من أجل أن تكون مفتوحة للزوار والسياح من كافة أسقاع العالم حمد الصانوني سي جي تي أن العربية من قصر هشام بن عبد الملك في أريحة فلسطين